لجان الفحصية اللجان المكلفة باستقبال كافة إقرارات الذمة المالية الذي نص عليها المشرع في قانون رقم 2 لسنة 2016 وكذلك اللائحة التنفيذية صدرت بمرسوم رقم 300 لـ 2016 وهؤلاء المخاطبين في إقرار الذمة المالية هم شرائح متعددة في البدن الحكومي لذلك تقريبا المخاطبين هم الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات التي تملك فيها الحكومة 25% كذلك أيضا إذا حطينا رقم فهما 292 جهة تتخيل هذا الكم من المسؤولين والإشرافيين والقياديين يقومون فيها القانون تكلم بوجود ثلاث لجان فحص بمعنى أن اللجنة الأولى ألف هي من تستقبل وتفحص إقرارات القيادين في الدولة منهم سمو رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وأيضا مجلس القضاء الأعلى والقضاءات بدرجاتهم وأعضاء النيابة العامة والفتوة التشريع وكل وزير تنفيذي لديه هذه الصفة يقدم إقراره للجنة ألف لفحص كذلك اللجنة باء اللجنة باء هي مكلفة بمن هم في القانون النظام العام اللي هو درجة الوكيل بالدرجة الممتازة ودرجة الوكيل وأيضا الوكلاء المساعدون ومن في حكمهم الثالثة أيضا المدراء والموثقين الشرعيين وغيرهم كمن تناولهم القانون بالتفصيل في هذه الشكلة فهم ثلاث لجان تقوم في هذا ويرأس كل لجنة من هاللجان عضو مجلس مناء اشتركوا في القناة